شرح على الشريع كيف طريقة برنامج CPE Manager مع راوترات هاري اللي يسألوا الرابط موجود تحت الفيديو وبحطه برضو تحت هذا الفيديو نضغط هنا بعدها تضغط على هنا تروح على الميديا فاير اللي رابط اللي رفعت عليه حمل البرنامج ممكن يطلب لك صلاحيات للجهاز سوله الصلاحيات علشان يقدر تثبت في البرنامج سوله افتح وسوله انستول أو ثبت البرنامج بعدما يتثبت شغل البرنامج اول ما تفتح البرنامج يطلع لك بهذا الشكل نريد ان نذهب لصفحة تشبه هذه الصفحة حلو من هذه الصفحة نريد CPE Vendor هواوي اضغط عليه وبعدها نضغط هذا الخيار علشان نثبت البلغين تشوف ثلاث نقاط تحت بالصيني لكن اذا راحت يعني تثبت البلغين عندك حلو كذا حين تثبت البلغين للهواوي نذهب لهادي الصفحة هنا نقدر نحط اللي هو صفحة الـ IP للراوتر 192.168.1 وتحت صفحة مودوم رقم السري حقها انا هنا حطيت رقم السري للواي فاي في بعضكم ممكن ما غير رقم السري لصفحة المودوم يقدر يشوفها تحت الجهاز تضغط هذا الخيار بعدها تضغط صح ويطلع لك القراءات كلها هنا هنا نقدر نشوف البرج اسمه 243 الباند المستخدمة بي 3 القراءات للرسر بي هذي لفوق كلها للفور جي والنر رسر بي هذي للفايف جي لو نبي نغير مثلا الترددات نحذف البي ثري ونحط البي ون نحط هذا الخيار علشان يغير التردد بعدها بس يطلع لكلام التعجب اللي تحت يعني يتغير التردد هنا أصبر شوي عليه يطلع لك هنا ان شبكنا الآن على البي ون مثلا تريد ترجع للبي ثري رح لهذه الصفحة وغير البي ون حطه على البي ثري واضغط نفس الخيار تشوف هذا الكلام الصيني يخلص الثلاث نقاط حلو جات علام التعجب ترجع صفحة القراءات تشوف اننا نحن شبكين على البي ثري هذا طريقة البرنامج إن شاء الله أكون أفدتكم البرنامج كويسي علشان تشوف القراءات للراوتر ما أنصح فيه أنك تغير الترددات لأنه ممكن يفصل النت ولا تقدر تشبك عليه عن طريق الواي فاي فعشان كذا أفضل تغير الترددات ونشابك عن طريق الإثيرنت أما من صفحة المودم الرئيسية أو من برنامج إتش مانجر باي لا تنسوا نشترك في القناة يعطيكم العافية ومع السلامة